وعيدوا إلى الأردن قصراً بعد نهب محتوياتهم أعضاء في البعثة الأممية كانوا في طريقهم إلى الحديدة عبر مطار صنعاء بعد قضاء إجازة قصيرة في بلدانهم وبحسب المتحدث باسم القوات المشتركة وضاحة دبيش لوكالة الأنظول فإن ثلاثة من الأعضاء الأمميين المشرفين على تنفيذ اتفاق السويد تعرضوا لشتى أنواع المهنة من قبل ميليشيا الحوثي حيث صدرت محتويات كانت بحوزتهم بعضها متعلقة بعملهم قبل يعادتهم إلى العاصمة الأردنية عمان ويعيد عسكريون تابعون لألوية العمالقة سبب تعامل ميليشيا الحوثي بهذه الطريقة مع هؤلاء الثلاثة الأعضاء الأمميون إلى رصدهم خروقاتها في الحديدة وإصرارهم على عرضها في اجتماعات الأمم المتحدة المثير للاستغراب هو عدم صدور أي ردود فعل من قبل رئيس لجنة إعادة الانتشار أبهيغيد جوها ولا من المبعوث الأممي مارتيني غريفث حيث لم تصدر منهما حتى إدانة أو استفسار وهو ما جعل متحدث القوات المشتركة في الساحل الغربي يشكك بتورط المبعوث الأممي في خطة إعادة الثلاثة الأعضاء من مطار صنعاء حيث يواجه غريفث اتهامات حكومية بالتعاون مع ميليشيا الحوثي إعادة الأعضاء الأمميين قسرا من صنعاء إلى الأردن تؤكد الرؤية الحكومية التي تذهب إلى صعوبة السلام مع ميليشيا الحوثي لكنها أيضا تفضح تعامل الأمم المتحدة مع الأزمة في اليمن الذي يصل إلى حد السكوت على الاعتداء ضد موظفيها ما يطرح سؤالا عن كيفية الثقة بمنظمة دولية لم تحفظ حتى كرامة من يمثلها